بسم الله اخلاقيات النشر يعني اكو في كل مجال اكو اخلاقيات وسلوك يجب احترامها و يعني التقيد بها حتى يعني ما نوقع بخطأ وظلم لحقوق الاخرين في اي مجال بالنسبة للبحث العلمي ايضا توجد هناك اخلاقيات وقوانين يجب اتباعها وراح نشوف بهاي المحاضرة يعني هذه الاخلاقيات وانواعها كيف يمكن تجنب بعض السلوكات الغير مقبولة راح نشوف تعريف الاخلاقيات الوحث العلمي التأليف المصالح يعني متضاربة كومبيتنج انترس اللاجاريزم اللي هي الانتحال او السرقة الفكرية سميلتينيا السبميشن وايضا رسيرتش فراود وسلامي سلايسين راح نتعرف على هذه المصطلحات المهمة اللي تخص اخلاقيات البحث العلمي ما هي اخلاقيات البحث العلمي من نقاط رئيسية اللي هي التأليف او اخلاقيات التأليف والمصالح المتضاربة اللاجاريزم انتحال الفكري او السرقة الفكرية سميلتينيا السبميشن يعني التسليم المتعدد او النشر المتعدد رسيرتش فراود التزييف وسلامي سلايسين اللي هو التقطيع البحوث اللي يتجب اولاً الظروف الظروف ما يعتقل بي انتلكتشوال الخاصة بالتأليف لسيلي الانتصال الشخص اللي يقوم بمساهمة فعالة وملحوظة مساهمة فكرية في دراسة معينة لهذا ممكن أن نخلي فد معايير للأوثر المعيار الأول هو المساهمة المهمة أو الفعلية في الدراسة أو في مفهوم الدراسة وفي التصميم تصميم الدراسة وما يتعلق بها من منظومات وفي جمع البيانات تحليل البيانات وتفسير البيانات فإذا يكون الباحث أو الشخص مساهمة فعالة في هذه الأجزاء اللي هي أجزاء البحث فممكن يعتبر أوثر ومؤلف لتلك الدراسة أيضا من واجبات المؤلف أنه يسوي ريفايزين ودرافتينج للأرتيكل يعني والإنتليكتشوال كونتنت يعني الحق أو المحتوى الفكري يعني ينقح ويعدل المحتوى الفكري والمحتوى العلمي المنلي المؤلف فأيضا يساهم في هذا الموضوع وأيضا يصادق على الإصدار الأخير للمؤلف قبل النشر يعني هو لازم يصادق عليه وينعرض عليه ويوافق عليه كذلك يعني يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب يعني أن يوافق على كل الجوانب المتعلقة بالعمل وبنزاهة العمل ودقة العمل يعني الباحث والمؤلف كل هذه الأمور يجب أن يطلع عليها ويوافق عليها ويصادق عليها قبل نشر المؤلف أو البيتر فهذه خواص المؤلف فأي شخص يشترك مع شخص آخر بكتابة بحث يجب أن اثنين آتهم يمر عليهم كل هذه الخواص وكل هذه الأعمال والوظائف عليكم السلام ورحمة الله أيضا التأليف الغير مقبول شنو معنى التأليف الغير مقبول يعني ما هي خواص أو أنواع التأليف الغير مقبول هناك ثلاث أنواع من التأليف الغير مقبول نتعرف عليها حتى إحنا ما نوقعي بهذا المشكلة لأن أنتم طلاب ماجستير مقابة بالبحث راح يطلب من عدكم تسوون بيبر لازم تعرفون بعض الأمور اللي تخص التأليف أولا غوست غوست معنى شبح أو خفي شيء خفي هذا يطلق للمؤلف الذي يساهم مساهمة فعالة في البحث أو في البيبر ولكن لا يندرج اسمه ضمن المؤلفين هذا ينسموه الشخص الخفي أو المؤلف الخفي ما يجوز أنه يعني يؤبن حق هذا الشخص ويجب أن يذكر في قائمة المؤلفين لكن هناك بعض الممارسات الخاطئة يعني بعض المؤلفين مثلا يأجر مؤلف خفي مقابل جور مادية ويقوم له بعمل بحث وبالتالي ما يذكر اسمه ويذكر اسمه هو الشخص اللي دافع الفلوس فهذا الموضوع أيضا سلوك غير صحيح في عملية التأليف يعني لازم أنت يكون البحث جهدك وأنت مسؤول عليه وأي شخص يساهم مساهمة فعالة في البحث لازم يندرج معك في قائمة المؤلفين غيست غيست معناها الضيف أو المؤلف الضيف هذا يعني هناك في بعض الأحيان تشوف مؤلفين يخلون وياهم أشخاص مساهمتهم كلش طفيفة وتكاد تكون يعني غير واضحة يعني واضحة المعالم هذا ممكن حتى يعني ينطوف فرصة حتى يؤلف يعني مثلا هذا الشخص ما عنده مؤلفات فيحتاج يندرج اسمه في إبارات ومؤلفات لذلك يقومون بعض الأشخاص بتقديم هذه الفرصة مثل هؤلاء وهذا ما نسميه بالمؤلف الضيف غيفت معناه الهدية في بعض الأحيان هناك أشخاص ما يمتون بصلة ولم يساهموا مساهمة فعالة في البحوث ولكن تشوف أسماهم تندرج في هذه البحوث هذه مثل واحد انطهدية لشخص آخر يعني يعطوهم حق الملكية لهذا المؤلف وهم لم يساهموا به وهذا أيضا نوع ثالث من التأليف الغير مقبول وهذه الأنواع الثلاثة كلها غير صحيحة وليجب أن لا يتم استخدامها في عملية التأليف الآن نجي على موضوع المصالح المتضاربة في البحث يعني هناك بعض العلاقات علاقات عندما الشخص المقيم للبحث عنده علاقة شخصية أو مادية فبهيج حالة راح يكون قرارة غير موضوعي يعني راح ينحاز للمؤلفين أو الجهة اللي تقوم بتأليف البحث يعني تحت الدراسة فبهيج حالة هذه ما يسميه المصالح الغير أو المتضاربة يجب أن متأثر هذه المصالح على عملية التقييم هناك أنواع لل كومبيتنج انترس أولا العلاقات المالية فينانشال ريليشنشيبز والعلاقات الشخصية كارسنو العلاقات المالية والمادية ممكن تكون مباشرة مثلا أنا يعني موظف أو أحتاج إلى التوظيف في مكان وهذه أنا أقيم بحوث فلازم ما أنحاز أو أو مؤسسة تمنح منح مالية وبذات الوقت أنا عندي يعني استشارة أو تقييم لعملهم البحثي فلازم أيضا ما أنحاز لهم يعني من أجل أنه أحصل على يعني اقتصابات أو منح مالية أو أنا أقوم بتأليف بحث ولكن أوجه بهذا التوجه حتى أكسب الأموال فهذه كلها أمور غير صحيحة الطريقة الغير مباشرة مثلا استشارات يعني يقدموا لي يعني استشارة أنا لازم أقدم استشارة لمؤسسة داعمة فهذا أيضا حتى يعني أبتغي رضاهم يعني أقوم أحيد يعني أو أنحاز لهم في قراري أو أيضا أنا أقوم بتأليف مؤلفات حتى أوجهها باتجاه مؤسسة معينة حتى يعني يعني شون قول إيجابية تكون بالنسبة لمؤسسة أخرى حتى يعني أفوز بي أحصل دعم منعدهم دعم مالي وهكذا يعني انحياز بمعنى الضمني أنه تنحاز إلى جهة داعمة للبحوث أيضا علاقات شخصية مثلا امتدت قيم عمل مؤسسة ويعمل في هذه المؤسسة أحد أقاربك فهنا الريلاتيف اللي هو القريب رح يأثر عليك وعلى قرارك فلازم تكون في معزل عن هذا التصرف ممكن أيضا أنت تريد تكسب يعني عندك مصلحة شخصية تريد تكسب ود أو رضا هذه المؤسسة ممكن أيضا يأثر على قرارك وإيضا اعتقادات شخصية أنت مثلا في البحث مالتك يعني الفرضية البحثية فرض شيء وتقول مثلا الأداء راح يتحسن فلهذا تقوم من تطلع لك النتيجة عكس ما أنت فرضت تقوم تغير في النتائج وتتلاعب بها حتى ترضي اعتقاداتك الشخصية وهذا أيضا يعتبر عمل أو سلوك غير صحيح بالنسبة للبحث الآن نجي على موضوع البلاجارزم وهي السرقة الفكرية طبعا هناك عدة أنواع سرقات سرقات مالية ممكن واحد يسرق أموال سيارة أو أي شيء وممكن أنه تسرق أفكار فالسرقة الفكرية تعرف بأنها السرقة المتعمدة أو الاستخدام المتعمد لعمل بحثي أو فكري لشخص آخر أو لمؤلف آخر بدون أخذ الأذن من عنده وبدون أنه أنت تعمل لها سايتيشن يعني تستشهد بالعمل في البحث مالتك طبعا أيضا بها عدة أنواع أو أشكال مثلا قوم بسرقة بيانات لشخص آخر أو لعمل بحث آخر وتنسبها إلى نفسك أو تستخدم عبارات أو نصوص لبحوث أخرى وأيضا تنسبها إلى نفسك بدون أن تشير أو تستشهد لهذه النصوص أو بدون أن تعبر عنها بتعبيرك الخاص كذلك سرقة الأفكار والمفاهيم يعني شخص عنده فكرة تبحث وحشى لك إياها الفكرة وأنت جيت أخذت هذه الفكرة وطبقتها أو عنده جهاز بصمم جهاز وأنت سرقت التصميم مالته ونسبت نفسك هاي كلها أنواع البلاجارزم أو السرقة الفكرية طبعا هذه تحاسب عنها بها قوانين يعني دولية حالها حال السرقات العادية يعني اللي تثبت عليها سرقة فكرية يحاسب في المحاكم كيف نتجنب البلاجارزم يعني الخطوات تساعدنا حتى نتجنب هذا الموضوع أولا تحاسب تحاسب من المصادر التي تستخدم تستخدم حين تستخدم 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 المصادر اللي تاخذ منها المعلومات وتثبتها كل معلومة تاخذها من مصدر تشير لها وتقول أنا أخذت هذه من المصدر الفلاني والمصدر الفلاني فخلال البحث مالتك لازم أي معلومة لازم تأشرها وتثبتها عندك وتعرف المصدر مالتها كذلك لازم تستشهد بكل مصدر استخدمتها وكل معلومة وكل معادلة في البحث مالتك يعني لازم شون نسوي سايتاشن وشون أخذنا بالإند نوت تسوي سايتاشن لكل معلومة عندما تكتب البحث مالتك أيضا تستخدم العلامات النصية إذا تريد تنقل نص يعني نص صورة صريحة من مؤلف إلى البحث مالتك فتستخدم عبارات نصية اللي هي الكوتيشن ماركس تخلي لهذا النصب على متين ابتباس وتذكر المصدر هذه كلها العمليات تتجنبك الوقوع في مشكلة الابلاجاريزم الآن مسألة السميلتينيوس سابميشن اللي هو النشر المتعدد يعني في بعض الأحيان عندها سويت بيقر وألفت يعني على البيقر وقدمت الأكثر من مجلة سلمت الأكثر من مجلة بآن واحد هذا طبعاً راح يسبب لك مشكلة أنه راح ينشر البحث مالتك في مكانين وهذا أيضاً أمر غير مقبول نوبات مشرق نفس البيقر تغير شوية بال يعني سوي خلي نقول تغيير بالفكرة مو الفكرة الرئيسية يعني بالكلام ولكن هو يحتوي نفس الهايبوثيس نفس الفرضية نفس الداتا يعني إذا تكررت نفس الفكرة أو نفس البيانات أو نفس المناقشة أو النقاط الرئيسية المناقشة أو نفس الكونكلوجين استنتاجات فهذا أيضاً يعتبر تكرار للنشر وهذا راح يسبب أيضاً مشاكل لك وللآخرين ليش نعتبر هذا الموضوع غير جائز الـ duplicate publication يسمونه duplicate publication يعني التأليف أو النشر المتكرر يعتبر غير جائز لأن أنت راح تنطي قيمة أكبر من قيمة البحث مالتك الأصلي يعني راح تقول أنه هذه الفكرة أو النتائج اللي حصلت عليها حصلت عليها أكثر من مرة في أكثر من بحث وزيد قيمة هذه النتائج مالتك بينما بالحقيقة أنت مسوي بحث واحد ولكن نشرته أكثر من مرة يعني مرة واحدة حصلت على هذه النتائج وليس أكثر من مرة فهذه راح يعني شون تقول تشوه الحقيقة راح تخلي القراء الآخرين أو الباحثين يعني تمدون اعتماد قوي على النتائج مالتك باعتبارها أنها تم الحصول عليها في أكثر من بحث وهم ما يعرفون أنه هو بحث واحد ولكن أنت نشرته أكثر من مرة يعني هذا يعني سبب تكون هذه العملية غير أخلاقية أيضا التزييف تزييف البحث Research Fraud هي عملية نشر البيانات والاستنتاجات اللي لم يتم الحصول عليها من خلال تجارب أو ملاحظات عملية ولكن تم اختراعها واختلاقها والتلاعب ببيانات قديمة للحصول على بيانات جديدة إذن هي عملية غير أخلاقية واضحة لأنه بيها قسمي الأساسي القسم الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم القسم الأول اللي هو الـ Fabrication الـ Fabrication معناه أنه أنت تجيب شيء من لا شيء يعني إذا تخلق أو تسمع بيانات أو نتائج وهي غير موجودة أصلاً وتقوم بتشكيلها وعملها كبحث وتقول أنا هذا البحث واشتغلته عملياً وسويته وهذه النتائج معتها هذا معناه الـ Fabrication فلسيفيكيشن معناه التلاعب ببيانات قديمة يعني عما إلك أو لأشخاص آخرين مؤلفين آخرين مانيبليويتنج يعني مانيبليويتنج معناه تلاعب مو بس بالبيانات ممكن حتى الصورة الصورة إذا تغير شوية بيها وتنسبها لنفسك مثلاً صورة جهاز أو فيقر أو شيء أيضاً هذا يعتبر فلسيفيكيشن ماتيريال داتا اكوبمنتز أو حتى البروسيسز يعني العمليات أو المثدولوجي فلا أي شيء تأخذه من غيرك لازم تنسبه إلي حتى إذا تلاعبت بي لازم تذكر أنت التغيير اللي غيرتك هذا كله يقع ضمن الـ Research of Rout أو التزييج سلامي سلايسينج سلامي يعني معناه النقانق أو الصوصج سلايسينج التقطيع يعني هذا تعبير مجازي لأنه يعني لخلق غير مقبول من أخلاقيات البحث وأنه أنت عندك نتائج وعندك بحث ولكن هذه النتائج أنت تقسمها أقسام وتنشر بها عدة بحث وهي النتائج لا يمكن تقسيمها لأنها كلها تحمل فكرة واحدة يعني تدعم فكرة واحدة فغير ممكن أنه تقسم النتائج وتسويها على شكل أفكار مختلفة وهي كلها تدل على فكرة واحدة إذن الأكشن والتها إنه تسوي بريك أب يعني للنتائج أو تقسم النتائج مالتك اللي حصلت عليها من دراسة واحدة من تجارب واحدة ويتألف من خلالها عدة بيبرات هل هذا العمل غير أخلاقي؟ نعم هذا العمل غير أخلاقي وممكن أن ينتج عن تشوه للحقائق ولفكرة البحث يعني هذه كلها بسبب أنه تسوي التشويه للحقائق يعني أنت من سويت تجربة واحدة ودرست فاكتر أو فاكترين ما ممكن أنه تغير مثلا أقول أني من هذا الرينج لهذا الرينج أسوي بي بيبر من هذا الرينج إلى رينج آخر أسوي بي بيبر آخر وهذا مو صحيح لأن أنت تتكلم على نفس الموضوع ونفس الأفكار ونفس الفاكترات التي تدرسها إيش لازم نعمل؟ لازم نتجنب هذا العمل نتجنب تقسيم الداتا ونحط كل نتائج مالتنا بيبر وحدة ونكون شفافين مع المجلة اللي راح ننشر بها يعني نمطيهم كل المعلومات الحقيقية اللي احنا اشتغلناها هذا كل ما هنالك شباب لمحاضرة اليوم أتمنى أنه صارت عدكم فكرة عن أخلاقيات البحث العلمي ونزاهة البحث العلمي طبعاً أكو أمور أخرى كثيرة ولكن حبينا نختصرها بهذه السلايدات القليلة فأني أشكركم إذا عدكم سؤال أوضحها من خلال هذه المحاضرة ما عرف عدكم سؤال تحبون أوضحكم شيء نعم دكتور دكتور بس الفرق بين القفت والقفت القفت هو واحد يعني ما إلا علاقة بالبحوث أو بالبحث اللي انت مشتغلها وما يدري بها أصلاً وانت خليت اسمك اسمه معك والقفت اللي هو مساهمته غير واضحة يعني ما مساهم بصورة واضحة بالبحث دكتور يعني شون هيتش بهيتش حاله ما مساهم بصورة واضحة زين البحث مو هو بس المفروض آنك بعد يأسوي مو هو وياك انت يعني انت موافق عليك تخليه وياك نعم 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 بعد ينطيك فلوس وانت تخلي اسمه ممكن بس هو على أغلب يعني القفت معناها هدية بدون مقابل ها نعم تمام ها نعم اقعدكم بعد شباب شباب دكتور بس يمكن ان قلت لك المحاضرة السابقة ما عندنا يعني ما نجلت يمكن يمنى وهي المحاضرة دا قدرت تهمل اشتركوا في القناة